شارك هدف المنتخب الوطني اسلام سليماني في اخر 20 دقيقة في المباراة التي انعش فيها فريقه نادي سبورت انجليش بونا حظوظه في التأهل الى الدور القادم من المسابقة اليوروباليغ بعدما عاد بانتصار ثمين من موسكو باربعة اهداف لهدفين على حساب نادي لوكوموتيف ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة وعرف اللقاء بقى اسليماني احتياطيا الى غاية الدقيقة السبعون وفشل في تسجيل اول اهدافه في هذه المسابقة عرفت مباراة نابولي امام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في اطار مسابقة اليوروباليغ صارت الخامس حضورت دول الفوز غلام كبديل بعدما قررت طاقم الفني للنادي الايطالي اراحته لعدم اهمية نقاط المواجهة الظاهر الايصر الجزائري شارك بداية من الدقيقة السبع والسبعون في منصب هجومي على الجناح الايصار طيلة اللحظات الاخيرة من المباراة ويتوقع ان يستعيد غلام مكانته الاساسية في المباراة المقبلة امام انتر ميلان صهرة الاثنين في الجولة الرابع عشر من الدور الايطالي في الندوة الصحفية التي نشطها مدير بوليستر سيتي دعا كلاود يورانيري لعبه الجزائر المتألق رياض محرز للبقاء لاطول فترة ممكنة مع النادي حتى يتمكن من اللاعب على الالقاب مستقبلا مدير بوليستر سيتي تطرق للحديث عن المواجهة القوية التي تنتظر فريقه امام مونشستر يونيتد في الدور الانجليزي الممتاز اكدت تقارير اعلامية اسبانية ان حظوظ نادي انتر ميلان في ضم الدول الجزائري صفيا في غولي من فالانسيا اصبح ضائلة جدا خاصة بعد التصريحات التي ادل بها اللاعب في الايام الماضية وقرب تجديد عقده مع فريقها اضافة الى الاسرار الذي ابداه مدربه بتأكيده على ان اللاعب باق ولن يغادر في الميركات الشتوي اشتركوا في القناة